فقد اتخذتك حبيباً لما خلقت خلقاً أكرم علي منك ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقت الدنيا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء ورسول المرسلين هو الذي قال عن نفسه أنا قائد المرسلين ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي لا أقول ذلك افتخاراً من عند نفسي إنما أقول هذا الكلام أمراً ربانياً أمرني به ربي لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا سيد الأولين والآخرين سيدي يا رسول الله يا من يثير حماستي بكماله عذراً إذا شاهدت ضعف لساني الله يعلم كم حركت في خلدي من ذكريات وكم هيشت أشجاني سيدي يا رسول الله معذرةً أريد أن أقبس من شمسك الوضاء من شمسك الوضاء ومن نورك الوضاء قبسات لأمتك ولأحبابك فأنت البحر من أي الجهات أتيته أنت البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحل سيدنا محمد بن عبد الله أبو القاسم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان حفظوا هذا النسب الشريف لأبنائكم لصغاركم لبناتكم لشبابكم لمعارفكم نسبه الشريف نسب طاهر آباء طاهرون أمهات طاهرات ماذا أحدثكم عن مولاي رسول الله وأنا أستمع إلى أناشيد إخوتنا وأشقائنا من القارة الهندية ومن تنزانيا ومن كينيا كل يمدحه بلغته تذكرت سيدنا بلالا الحبشية رضي الله عنه بلال أراد يوما أن يمدح رسول الله بلغته الحبشية قال يا رسول الله اذل أن أمدحك بلغتي فقال قل يا بلال وهذا مذكور في كتب السيرة النبوية فقال بلال فقال بلال يمدح رسول الله باللغة الحبشية الأثيوبية أره بره كنكره كرا كريم أندره أره بره كنكره كرا كريم أندره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حسان بن ثابت خذ منه معنى البيت وقله أنت بلغة العرب فاستمع حسان إلى معنى البيت من سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن بلالا يريد من كلامه هذا أن يقول لك إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فينا يضرب المثل أره بره كنكره كرا كريم أندره ترجمتها إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فينا يضرب المثل ماذا أحدثكم عن مولاي رسول الله قلت لكم هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحل أحدثكم عن عظمته وهو منبع العظمة سيدنا محمد صلوات الله عليه ويخطئ كل الخطأ من يقول إن رسول الله جمع الأخلاق الحميدة والصفات والشمائل العظيمة رسول الله صلوات الله عليه ما جمع الأخلاق إنما الأخلاق أخذت عنه كان منبعا للأخلاق الحميدة والشمائل الشريفة عظمته صلوات الله عليه حسبنا دليلا على عظمته أن رجلا من زعماء العرب من صناديد العرب دخل على رسول الله صلوات الله عليه يوما فجعل يرتعد ترتعد فرائصه ارتعدت منه الفرائص وتفككت منه الأعصاب فقال صلوات الله عليه هون عليك يا رجل هون عليك يا أخ العرب فأنا لست بملك ولا جبار إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ملأت عيني من وجهه الشريف ولو قيل لي صفه لم أستطع هيبة منه صلوات الله عليه وكان جلساؤه أصحابه إذا جلسوا معه كأنما على رؤوسهم الطير ماذا أحدثكم عن مولاي رسول الله أو أحدثكم عن شجاعته والشجاعة صفة تصغر وتتضاءل أمام رسول الله صلوات الله عليه فهو منبع الشجاعة عليه الصلاة والسلام وعنه أخذت الشجاعة وحسبنا دليلا على ذلك أن سيدنا عليا كرم الله وجهه وكان سيد الشجعان كان يقول كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب وحمرت الحدق أشجعنا أقربنا من رسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه قال سيدنا علي كرم الله وجهه والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ممسك بسيفين يثب وثبا على الأعداء ممسك بسيفين يثب وثبا على الأعداء ويوم حنين ما يوم حنين حينما انكشف المسلمون بعد أن فاجأهم العدو بوابل غزير من سهامه انكشف المسلمون وفروا في بداية المعركة ولم يثبت مع رسول الله صلوات الله عليه إلا نفر قليل لا يتجاوزون أصابع اليد هنا هنا وقف النبي على بغلة بيضاء لا تصلح لكر ولا تصلح لفر كشف اللثام عن وجهه الشريف ونادى بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب في اللحظة التي يتوارى فيها أشجع الشجعان في اللحظة التي يفر فيها الكومات الأشاوس يكشف اللثام عن وجهه الشريف ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كيف أحدثكم عن شجاعته ماذا أحدثكم عن مولاي رسول الله أحدثكم عن سخائه وجوده وكرمه وهو منبع السخاء والجود والكرم روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية أعطاه غنما بين جبلين آلاف من رؤوس الغنم فقال صفوان أشهد أنك رسول الله والله ما طابت نفس أحد بهذا إلا نفس نبي ثم انطلق إلى الناس قائلا أيها الناس تعالوا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكان إذا أتاه سائل يعطيه فإن لم يجد يقول له استدن علي قال له سيدنا عمر يا رسول الله إن الله لم يكلفك أن تستدين فتعطيه فأدار له ظهره والتفت إلى بلال رضي الله عنه خازن بيت المال قائلا له أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا ماذا أحدثكم عن مولاي رسول الله أو أحدثكم عن عفوه السخاء والعف وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادر ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء كم من الفوارس والفرسان والصناديد من أعدائه أرادوا قتله فتمكن منهم وعفى عنهم كان عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام قافلا من غزوة بني المصطلق ونزل الجيش ليستريح في بعض مراحل الطريق في إحدى الغابات اضجع النبي صلوات الله عليه وأغمض عينيه وهو الذي قال إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ تَنَامُ عُيُونُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا وإذا بقائد بن المصطلق الذي هزمه رسول الله كان يترصَّد رسول الله ويترصَّد جيشه فلما رأى الجيش نائما ورأى رسول الله مُضَّجعا نائما جاء فأخذ منه سيفه ورفعه فوق رأسه الشريف ثم قال يا محمد ففتح النبي عينيه الشريفتين وإذا بسيف الكافر ويدعى دعثور بن الحارث وفي رواية غورث قال يا محمد من يحميك الآن مني؟ من يمنعك مني؟ فقال النبي على الفور الله يمنعني منك فارتعدت أوصال الكافر وتفككت أعصابه وسقط السيف من يده ووقع على الأرض فأخذ النبي منه السيف ثم قال من يمنعك ويحميك الآن مني يا دعثور؟ قال دعثور يا محمد كن خير آخذ أخ كريم وابن أخ كريم فقال النبي منبع العفو والحلم والصفح قم فانهد وانطلق حرا طليقا فمشى بضع خطوات ثم استدار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا أحدثكم عن مولاي رسول الله؟ الكلام كثير والوقت لا يسمع أختمها بصفة من صفاته صلوات الله عليه هي عدالة وهو منبع العدل وهو الذي أسس عملاق الإسلام عمر الذي تخرج من مدرسة العدالة عند النبي صلوات الله عليه امرأة من بني مخزوم سرقت فأراد النبي إقامة الحد عليها فرج القرشيون أسامة بن زيد أن يتشفع فيها وهو الحب بن الحب كان مقدما عند رسول الله محببا فجاء أسامة ليشفع وإذا بالنبي يدر عرق الغضب في وجهه ويقول يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم القوي تركوه ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فاطمة؟ نعم أحب خلق الله إليه؟ نعم فاطمة هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ ورضي الله عن شاعر الإسلام محمد إقبال الباكستاني هذه القصيدة له مترجمة يمدح السيدة فاطمة هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى تاج الشعوب إذا تروم هداها في روضي فاطمة النمى غصناني لم ينجبهما في النيرات سواها حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها لما شكى المحتاج خلف رحابها جادت لتلك النفس من شكواها جادت لتنقذه برهن خمارها يا سحب أين نداك من نجم جدواها لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها لمضيت للتطواف حول ضريحها ولثمت بالقبلات طيب ثراها أيها الإخوة الأحبة المجال طيق والوقت لا يتسع أسأل الله العلي القدير أن يسبغ على هذه الوجوه النيرة من رحماته ومغفرته ويرفع لهم مقامهم هذه الوجوه المحبة هذه الوجوه الصادقة التي أقبلت يشعشع في قلبها الحب لرسول الله من شتى بقاع البلاد من تنزانيا من الهند من لبنان من سوريا أتيتكم من سوريا الجريحة لأشارككم محبتكم واحتفالكم واحتفاءكم وسروركم برسول الله صلى الله عليه وسلم فشكرا لهذه الوجوه النيرة وشكرا لهذه المساعي العظيمة التي بنت هذا المكان والذي أسسته وأنارت جوانبه وجوانحه أسأل الله العلي القدير أن يرفع من أقدار كل من ساهم في هذا الاحتفال النبوي العظيم وأن يرد الأمة إلى دينها ردًا جميلًا وأن يرفع البلاء عن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا إنك سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير جزاك الله خير يا شيخ شكرا شكرا